تحياتي النهاردة هكلمكم عن شطحات الصوفي أبو يزيد البسطامي وفلسفته في التعبد للخالق وهي فلسفة فريدة من نوع بعض الشيء أبو يزيد البسطامي هو متصوف إسلامي وروحاني ولقب بسلطان العارفين ترك بصمة كبيرة في عالم التصوف بالرغم من أنه لم يترك أي كتب أو مؤلفات لكن تبعه العديد من التلاميذ ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية ويقال أن جده كان مجوسيا وأسلام أبو يزيد البسطامي عالم دين إسلامي من العصر العباسي ولد 188 هجرية في بسطام بإيران وتوفي 261 هجرية وما زال قبره حتى اليوم محل تقدير وإجلال من الصوفية تتلمز على يد شيخه أبي علي السندي الذي علمه الطريق الهندية في مراقبة الأنفاس والتأمل تلك التي جعلها البسطامي جوهر عبادة العارف بالله حشرح لكم دلوقتي العبادة دي عبارة عن إيه لأن فيها فلسفة عميقة جدا ومحتاجة يعني كتير من التركيز واتبع طريقته هذه العديد من الزهاد والمتصوفة قال البسطامي بوحدة الوجود ونسبت إليه بعض الشطحات قوله لا إله إلا أنا فاعبدوني وقوله سبحاني ما أعزم شأني ولكن دفع عنه الغزالي في كتابه أحياء علوم الدين قائلا وأما أبو اليزيد البسطامي رحمة الله عليه فلا يصح عنه ما يحكى وإن سمع أحد ذلك عنه فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل في كلام يردده في نفسه يعد أبو اليزيد البسطامي من أول من أشاع في الساحة الإسلامية فكرة الفناء الصوفي بمعنى الاتحاد بذات الله وإن كانت النظرية هندية الجزور والتي أساسها فكرة التأمل والمراقبة والاستغراق في التأمل حتى يصل المتعبد إلى ما يريد وفيها تشبه كبير مع البوزية نفس الفكر ونفس الفلسفة اللي هو التعبد والتأمل الشديد حتى أصل إلى ما أريده ومن خلال الطريقة الصوفية في التعبد يصبح المتعبد والخالق واحد عن طريق الحلول والاتحاد فعلى سبيل المثال عندما قال البسطامي سبحاني ما أعزم شأني وأي شيء أعزم من أن يبلغ مرتبة الألوهية وذلك يتحقق له عن طريق الاتحاد التام بالله الحق وهذا أقسى ما كان يسعى له فليس هناك أعزم من الاتحاد بالخالق وعندما وصل لغايته هذه قال سبحاني ما أعزم شأني وتقريبا هي نفس فلسفة الحلاج شهيد العشق الإلهي فهو كان يؤمن بنفس الفكر والفلسفة تقريبا في العلاقة بين العبد والخالق ويقول أبو اليزيد البسطامي رفعنا الله فأقامني بين يديه وقال لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك فقلت زيني بوحدة نيتك وإلبسني أنا نيتك وإرفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا لا رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك وهي دي نظرية الفناء الصوفي أي الاتحاد بالذات الإلهية مع فناء النفس يعني هو بيبقى مش موجود واللي بيتبقى منه هو الله فقط وده هي فلسفة الحلول يعني أو التجسد أو الاتحاد وقيل عن البسطامي إنه ذات مرة كان يمر على مقابر المسلمين وبعدها مرة على مقابر الأديان الأخرى ثم رفع رأسه للسماء وخطب الله قائلا ما هؤلاء حتى تعذبهم عظام جرت عليهم القضايا فإعف عنهم طبعا هنا يطالب الله بالعفو عن الجميع بغض النظر عن أفعالهم أو أعمالهم وبالطبع طبعا دي إحدى شطحات البسطامي لأن الله هو العادل ويجب كل شخص أن يحاسب على أفعاله سواء خيرة أو شريرة أو إلا لن يكون عادل بالطبع ومن الذين دفعوا عن البسطامي قالوا إن البسطامي قال معظم شطحاته وهو في غيبة أو حالة فناء في الزات الإلهية فالكلام الذي كان ينطق به ليس من لسانه هو ولكن بلسان الزات الإلهية يعني دي فلسفة البسطامي اللي هو اللي هو الفناء أنا بيفني نفسه حتى الله بس اللي يكون ساكن بداخله وحتى لما بيتكلم لما يقول مثلا حتى وقال برضو زي الحلاج أنا الحق فهو برضو نفس الفاكر هو بيقصد إن الحق اللي هو الله اللي بداخله هو الحق وليس هو فده فكره فلسفة البسطامي اللي هي فيها كتير من فلسفة الحلاج ودي كانت حلقة النهاردة حب أسمع أراءكم في شخصية البسطامي ومين معا ومين ضد وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطبع مساءكم اشتركوا في القناة